سندخلوا بتفصيل أكثر لتحليل هذه المنظومة الدفاعية التي تعتمدها المقاومة في حربها اليوم مع ضيفنا دكتور عمار عشور أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية دكتور أهلا وسهلا بك معنا مجموعة من القادفات التي تستخدمها المقاومة البنادق وغيرها لكن لو نبدأ بتفسير أسباب ديمومة قدرة المقاومة على التصنيع بعد هذه الفترة ديمومة بالأساس لها علاقة بخطوة الدفاع التي عادتها المقاومة وهي من ناحية خطوة الأنفاق التي ربما تستخدم في الدفاع بعض هذه الأسلحة نتكلم الآن عن العدد غير قليل من تنوع الأسلحة الأسلحة المشتركة كما نقول فنتكلم عن بعض البر واضح فيها بعض البحر واضح فيها وبعض الجو كذلك تكلمتم عن المسيارات عن مدفعيات المشاة ومدفعيات الراجمات وأيضا عن مشاة الخفيفة كالقنص وكذلك عن بعض التروبيدات البحرية بين أقواسها ويوجد أيضا أمور أخرى مثل الدفاعات الجوية المحمولة على الكتف وهذه أيضا موجودة فكل هذا يحمى جزئيا من خلال الأنفاق من الصعب الغاية الوصول إليه وتخزينه وأيضا يمكن أن يحمى من خلال مباني منطقة شديدة التمدن يعني حرب مدن حقيقية يمكن إخفاء فيها كميات غير قليلة من السلاح وكما يمكن أيضا الحفاظ على المنظومة التصنيع أنه عدد من هذه الأسلحة أو على الأقل نقول الزخائر والقذائف تصنع محليا أبرزها بعض الصواريخ المحليات الصنع وتصنع من أمور بسيطة يعني الكيسينغ الغلاف هو عبارة عن يصنع ربما من موسير المياه والوقود ووقود الصاروخ يصنع من خليط من السماد العضوي والسكر يعني إذا حد ما بساطة في التصنيع يوجد طبعا منظومات أعقد كالتي نشاهد هذه راجمات ب 16 سلوخ غير أثقل بكثير ومدى أطول بكثير فهذه أعقد على التصنيع المحلي ربما ولكن يدخل فيها كذلك جزء من التصنيع المحلي لأن المكونات تختلف وهل لدى أحد من المحللين والمتابعين العسكريين فكرة واضحة عن المدد الزمنية التي تحتاجها المقاومة لتصنيع هذه الأسلحة مختلفة الأنواع هي المسألة مستمرة وتتطور فمثلا 2014 شاهدنا بابيل واحد في عملية 2014 بابيل واحد كانت بالأساس للرصد مصيرا للرصد وتم تطوير نسختين منها نسخة أيضا للنسخة قتالية ونسخة للتشويش ثم بعد ذلك طورت في لدينا الآن عدد أكبر من المصيرات ثابتة الجناح والمروحيات العمودية هؤلاء صنعوا كان يوجد فترة أو إما صنعوا إما استيردوا أو تم استيردهم إلى غزة في فترة التسعة سنوات فكان من 2014 إلى 2023 فكان هناك فترة لذلك فهذا من ناحية من ناحية أخرى يوجد نقل صناعات تفاعية تتطور عرفنا ذلك من بعض ما أخرجته المقاومة من إصدارات وعرفنا أيضا أن الإسرائيليون يزعمون أن بعض أنهم سيطروا على بعض المصانع هو منفاه أبو عبيدة نعم ولكنهم أخذوا بعض الصحفين لجولة هناك منهم صحفين رويترز وكتبوا تقرير طويل عن ما شاهدوا وهي لنقل منظومات التي كان موجود في هذا المصنع منظومات تتفاعية بالأساس ومنظومات راجمات أو أساس لها غلاف لها لتصنع الأغلفة وتصنع الأنابيب الخاصة بالإطلاق فاللونشرز تصنع والأغلفة تصنع لو ثبت أن هذا ليس استعراض بجزء من حرب البرفاجاندا الإسرائيلية من بين الأسلحة التي ذكرناها حتى الآن أو التي نعلم عنها حتى الآن إذا لم تكن هناك مفاجآت قادمة ربما قد تظهرها المقاومة ما هي أقوى الأسلحة وأكثر الأسلحة التي تحتاجها المقاومة في هذه المرحلة هي خليط كبير نبدأ من مقولة شهيرة لستالين كان يقول القوة أو الكفاءة في الكم والفكرة هنا أن الزخائر نفسها ربما تكون الزخائر بسيطة ولكن الكم نفسه يحدث نوع من الشدل والإرباك للطرف الآخر وبالتالي يعطيك الوقت والوقت لأن المقاومة تعمل في إطار الأسلحة المشتركة هي مثلا الزخائر البسيطة كالصواريخ قصيرة المدى حين تطلق ثلاثة ألاف منها مع قزائف هون بسيطة كذلك في عملية واحدة فما يحدث أنك تجبع منظومة الدفاع الجوي للطرف الإسرائيلي وفي أثناء ذلك تقوم بعملية إنزال مظلي تحت الصواريخ الصورة الشهيرة الصاروخ يطلق والمظلي من القسام تحتهم يعني كنبايند آمزة وأسلحة مشتركة تتعامل في توقيت واحد متزامن بشكل فعال الغاية فهذه هي الفكرة لا يوجد سلاح سحري لا يوجد وندر وافل الذي كان يتكلم عنه هتلر ليس موجود بسيطة إسلاح الزري أو القنبلة النووية لا يملكونها بالتأكيد الذي يملكونها هو خلط هذه الأسلحة مع بعضها البعض فالعمل بكفاءة مع جزء من مواضات الدروع مع المدفعية مثلا مع القنص هذا كله يتيح لك يعني لحد أسلحة مشتركة بحيث لا تترك مكان للتراجع دون أن يكون خطر عصر الكفاء تذهب يميناً تواجهك القناصة لو تذهب يساراً تواجهك المدفعية لو تثبت مكانك المضادات الدروع ستتعامل معك عصر الكفاءة دكتور كيف تحسن المقاومة التعامل معه ونحن ننقل بين المشاهد التي تبثها صوراً لمقاتلين حفات حسرين يواجهون دبابات من مسافات قريبة جداً لكنهم فيما هو واضح يتقنون التعامل مع ما يحملونه من أسلحة كيف يلعب ذلك دوراً فارقاً في المعارض؟ أشكراً أعطيكي إطار مقارنة نتكلم الآن في خان يونس وحدها يوجد أو في غزة كلها يوجد ستة فرق ستة فرق أنا عارضتهم التسعة وتسعين مشاه وهي احتياط المائة الاثنين وستين وهي مشاه مجنزر السادس والثلاثين مشاه مجنزر التاسعة والتسعين مظلي التاسعة والثمانين مظلي قوات خاصة وبمجموعات خاصة والمائتين اتنين وخمسين وهو فرقة ما يسمى فرقة سيناء وهو فرقة احتياط وفرقة غازة الـ 143 أحد يقول لي ليست الفرق كاملة صحيح بعض الألوية تم سحبها ولكن أيضاً توجد ألوية أخرى الجيش الإسرائيلي لكي يهزم الجيش المصري في 67 احتقل لثلاثة فرق وهزمهم في 35 ساعة أحد يقول لي الضربة الجوية نعم الضربة الجوية لكن حماس ليس لها أو كذلك بقسم لا يوجد عندها سلاح جو وليس جيشاً نظامياً وليس جيشاً نظامياً وليس حتى عنده مضادات دروع يعني مضادات معذرة مضادات طائرات يعني التقتل فوق 30 ألف قدم لا يوجد يوجد فقط الستيرلا والإيقلا في حدود 11 ألف إلى 20 ألف قدم تتعامل مع المروحيات أو الطائرات التي تنزل لهذا المستوى فبالتالي هنا لو تصمد أمامهم في 100 يوم بهذه القوى العددية الموجهة ضدهم هذا في حد ذاتها قالوا تصريحهم خلاص وانتهى وصل التاريخ فهذا من ناحية من ناحية أخرى الخليط يعني ذكرت مثلاً الاقتراب الشريد الاقتراب الشريد من المضرعة وليس بهدف تعريض المقاتل الخطر بالقدر من أن بعض مضادات الدروع الموجودة على أو أنظمة الحماية الموجودة على المضرعات كالأي بي أس السيستم بأنواع مختلفة شاملة التروفي لا يتعامل مع القريب في حدود 50 متر أو أقل لا يتعامل معه بشكل جيد فهنا هو يحاول أن يرمي بقظيفة غير موجهة من مسافة قريبة للغاية أو يضع علبة على الدبابة من مسافة قريبة للغاية فقط لكي لا يتعامل معه نظام الدفاع عن الدبابة كالتروفي حتى لا نبتعد أيضاً عن الأخبار وأهم الأحداث اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي سحب لواء جولاني أو جولاني كيف تصف وتفسر هذه الخطوة؟ هذا هو سحب لواء كاملاً أم لا؟ لأن لواء كاملاً حتى إلى أمس أو هو إعلان للتضليل أو هو حقيقة يمكن أن نأخذ لكن حتى أمس كان يتعامل في دير البلح في البريج وهو يركز في منطقة الوسط لأنها لم تنهى إلى حد الآن فيمكن أن يكون في إطار سحب بعض الألوية ويمكن أيضاً يكون بسبب الخسائر هو بعض كتائبه مثل كتيبة 13 وكتيبة 51 داخل الجولاني تعرضت لبعض الاستنزاف المؤلم فربما يسحبه لما يسمى بإعادة تأسيس إعادة تأسيس الوحدة مادها بعناصر جديدة فيمكن أن يحدث هذا لكن هو في إطار العمليات المندهش منه ما يحدث في الشمال حقيقة أنه في الشمال حتى أمس كان يتكلم عن محاولة تطهير في العتطرة في العتطرة شمال عتطرة دخلها في 28 من أكتوبر ومن نفس الفرقة 162 لواءين فيها نحال ولواء بضرع في العتطرة ما زالوا ويتكلم أيضاً عن محاولة تطهير في بيت لاهية فمعناها أنه في الشمال كل هذه الإعلانات عن تفكيك وحدات القسام هناك وجعلها عدم فعالة قتالياً ليس تقييم دقيق شكراً جزيلاً لوجودك معنا دكتور عمر عشور أستاذ الدراسات الأمنية والعمل